ده الاختبار قد يأتي بالمحبوب يعني ايه بقى يعني ممكن واحد ربنا يبتليه يقوم يبتليه بالصحة خلي بالك واحد يبتلى بالمرض يجيله مرض ده احنا عارفينه كلنا المستشفيات مليانة واحد بقى يبتلى بالصحة ازاي ربنا يديله صحة وفتوة وقوة وفحولة ويبص تحسنك انه ماشي بالله كده ايه عشر جلالة في بعض حيطة ماشي قدامك هذه القوة وهذه الفتوة انت هتعمل بها ايه هل ستسلطها على الضعفة والناس الغلابة وهل حتتخذها سلاح تبقى بلطجي وتبقى خط وتؤذي الناس هل ستزرع في قلوب الناس الخوف منك هو ده ابتلاء طيب ابتلاء تاني مثلا واحد نفسه ربنا يكون وفلوس وبينام ويوم يصحى يحلم كلنا بنحب الفلوس لطبيعة الانسان كده زوين الناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة مش من الجنيه ولا ميتين ولا ألف لا قناطير مقنطرة يعني ايه يعني شويلة الدهب كنا ما ترصص الانسان طبيعته كده فيقوم بتلاقي واحد سبحان الله يجي ربنا والسادة يدي له بقى فلوس كتير جدا بلا حساب ده ابتلاء انت عايش في نعيم بس في قدامك ناس مش لقيا بيت تعيش فيها انت قاعد في تكييف ومستريح في ناس قاعدين في عشش بيتنفسه رطوبة انت عندك عربية مريحاك في واحد بيتطر يعيني يستنى كل يوم بالساعة والساعة ونص على المحطة عشان نركب الأوتوبيس باشتراك أبو نص جنيه عشان هو قدرته كده هل حتوقف جنبه ما هو ده ابتلاء طيب ابتلاء بالنعمة مثلا من نوع ثالث الوقت في واحد يعيني يتلاقي ربنا سبحان الله مش مدي الوقت بيشتغل وردية الصبح ويرجع ينام ساعة ويقعد مع ابنه الساعة دي ميقعدش مع ابنه ويصح ينزل يشتغل للساعة 10 بالليل عشان هو يعيني عايز أخر الشهر يجمع 2003 يجيب بيهم لقمة لعياله وقعد في شقة إيجار وحلته كرب واحد تاني قعد بيصحى منهم يقوموا الحمد لله عنده فلوسه في البنك وبيتجيب له الفلوس واللي عنده مشاريعه وعنده أنشطته قعد بيقتل الوقت قتلا يعني مش لايه حاجة عاملة تلايه يقولك أنا مكتئب أنا حزين أنا كرح حياتي وده ابتلاء فمبدئيا فكرة أن الابتلاء بيكون في الأمور المكروعة فقط دي فكرة غلط